واو عشرة حرقات عشرة أسابيع الآن من يوم ما بدأنا هذه القصة وأظن القفزات الزمنية أكلها دور كبير أني أتعلق أكثر بالشخصيات حاسس فعلاً أني عايش معاهم من فترة طويلة وكالعادة نبدأ نتكلم على التاريخ والجغرافيا التاريخ هذه المرة كمان سهل ما عندنا أي قفزة زمنية ملموسة نبدأ الأحداث أصلاً مباشرة من بعد خروج رينيس من كينغز لاندنج أو هروب رينيس من كينغز لاندنج ووصولها الآن لدراغنستون لكن لو جينا على الجغرافيا هذه المرة سأخذها بطريقة مختلفة أصلاً أغلب الأحداث ومعظم الأحداث بتصير داخل دراغنستون مع أقل التاريخ لكن ضمن أحداث الحلقة تم ذكر العديد والعديد من المواقع المهمة بدل ما أتكلم بشكل منفرد على كل مكان خلينا نأخذها من موازين القوة ومن خلال التعرف على موازين القوة وعلى الميزان اللي بنوزن فيه القوة حنتعرف أكثر على مواقع الجغرافية اللي ذكرت في الحلقة لكن أنا شايف من ضروري أعمل مراجعة بسيطة ونفتكر مع بعض موازين القوة للآن فين تم تنصيب إيغون كملك لوستروس بتأييد شعبي كامل داخل كينغز لاندنج المجلس الحاكم بالكامل سر اسمه جرين كونسل سر اسمه المجلس الحاكم الأخضر وهو بالكامل في صف إيغون بعد طبعاً وفاة بيزبري الحرس الملكي وهم أقوى الجنود اللي موجودين في وستروس صار فيهم انقسام نشوف مثلاً أنه أليسنت ما زال معاها طبعاً كريستون كول وهو اللي صار الآن القائد لحرس الملكي ومعاهم واحد من التوأم اللي اسمه أريك لكن لو شفنا العوائل وشفنا خريطة وستروس هتلاقي إن الخضر الآن عندهم تحالفات قوية عاهم اللانستر ومملكة الغرب نظراً لوجود تايلد لانستر في مجلس الحاكم وكمان طبعاً مدينة الأول تاون ومنطقة الريتش بالكامل بعد عمل تحالف مع قلعة الهاي غاردن في هذه المنطقة فنبدأ هذه الحلقة بسؤال مهم جداً وزي ما تفرغنا الحلقة السابقة للجانب الأخضر هنتفرغ هذه الحلقة للجانب الأسود ورينيرا في البداية خلينا نكمل مع العوائل من العوائل المتبقية المهمة اللي لازم أحد الأطراف يفوز بيها عندنا عائلة البراثينز اللي موجودين في ستورمزلاند عندنا عائلة ايرينز بمنطقة الفيل عائلة التالي من منطقة ريفران عائلة ستاركس من وينترفيل وعائلة الفلاريان من دريفت مارك بنبدأ الحلقة وهذه الخمسة العوائل القوية إلى الآن ما احنا عارفين في أي صف موجودين بالنسبة لعائلة التالي نعرف الحلقة السابقة انه في رسالة رسلها المجلس الحاكم لهذه العائلة يطلب منهم الانضمام والتحالف ونعرف من خلال هذه الحلقة انه منطقة ريفران اللي بيحكموها التالي مهمة جدا استراتيجيا نسمع من دايما انهم مؤمل انه هذه المنطقة هتتحالف معهم لانه سيد المنطقة لإسمه جروفر كان صديق في زيرس في يوم من الأيام لكن رينيرا توبح انه جروفر سهل التلاعب فيه ووضع الآن لمنطقة الريفران الوضع الآن مع عائلة التالي غير محدد لكن لو اتجهنا لستورمزلان لو رحنا لعائلة البراثين هنشوف انه الخضر من الحلقة السابقة المجلس الحاكم فاهم هذه العائلة بشكل جيد خصوصا سيد العائلة اللي اسمه بوروس ببساطة هو عنده أربع بنات وفي هذا العالم وفي هذا التوقيت الزمني الحاكم اللي عنده بنات دائما يزوجهم من حكام آخرين ومن عوائل أخرى لضمان التحالف ولضمان مقعده ولضمان انه هو يستمر كسيد للعائلة فمن الحلقة السابقة بنسمع فيه اقتراح قيل في المجلس الحاكم انه بكل بساطة يقترحوا على بوروس يقترحوا على البراثين انه ايموند ولد أليسنت ولد الملكة واخه الملك يتزوج احد بنات بوروس وهذا اقتراح او عرض مهم جدا ممكن يجي البوروس او اي عائلة موجودة في وستروس لانها عرض للمصاهرة مع العائلة الملكية بشكل مباشر ونشوف فعلا انه اثناء الحلقة ايموند الان موجود في ستورمز اند موجود عند البراثين وكمان تبين لنا انه تزوج او على الاقل خطب واحدة من بنات بوروس فلما نوصل الان لوك للبراثين وبيحاول يعطيه هذه الرسالة لطلب التحالف اول شي سأله طب تتزوج واحدة من بناتي والرد طبعا كان بالرفض لانه لوك الان خاطب لوحدة من بنات ديمون يا رينا يا بيلا فهذا الشي الان يؤكد انه عائلة البراثين في صف الاسنت في صف الخضر والملك ايغون والجدير بالذكر انه عملية التزويج وعملية المصاهرة صارت بشكل سريع جدا ما شفنا اي نقاش حتى مع ايموند نفتكر مع بعض ايموند من هو الصغير كان دائما يتكلم ويقول انه مستعد يعمل اي شي من اجل العائلة اي شي من اجل المملكة لو جينا لعائلة الفلارين نشوف في هذه الحلقة انه جاءت اخبار جديدة من منطقة ايفونفول اللي كان موجود فيها كورليس وكان بيتعالج وانه الان قام ورجع لصحته فعلا بعد رجوع كورليس الان وبعد نقاش سريع مع رينس حاجيه بعد شوية يقرر الانضمام لرينيرا وهذا التحالف مهم جدا لرينيرا واقوى التحالف عندها الى الان والسبب بكل بساطة عائلة الفلارين هي ثاني اقوى عائلة او ثاني اغنى عائلة في المملكة غير انه عندهم اسطول بحري كبير جدا والخبر الاهم انه كورليس واخيرا انتصر في البحر الضيق على التايراركي مو بس انتصر لانه سبق وانتصر قبل كده انتصر وامن المنطقة بالكامل بجيش في المنطقة الان البحر الضيق بالكامل والستيب ستونز بالكامل تحت سيطرة الفلارين هذا الخبر استراتيجي مهم جدا نشوف مع بعض الخريطة نلاقي انه كينغزلاني واللي موجودين فيها الخضر شركاءهم وحلفاءهم الاستراتيجيين موجودين في الغرب من القارة فلو يحتاجوا اي امدادات تتطلب سفن بحرية او نقل بحري ما يقدر يوصل للكينغزلاندينج لانه البحر الضيق بالكامل تحت سيطرة الفلارين فكينغزلاندينج الان محاصرة تماما من اي امدادات بحرية زيت عليها في منطقة اسمها القالت تم الاشارة لها في الحلقة وانها مو تحت سيطرة الفلارين رينيس الان متجهة لهناك بالتنين الخاص لها الاسم ميليس للسيطرة على المنطقة فاي احد يوصل لكينغزلاندينج بحريا او يوصل امدادات بحرية لكينغزلاندينج مستحيل يعملها مغير موافقة البلادية هذا يجي من الان لعائلتين برضو وضعها مو معروف الى الان عائلة الستارك اللي موجودين في الشمال في وينترفل واللي سبق وشفنا كبيرة العائلة يقسم بالولاء لرينيرا عائلة ايرن اللي وضحت رينيرا اثناء الحلقة انه امها اساسا دبل ما تتزوج من بسيرس كانت ايرن كانت من عائلة ايرن وهذا الشيء ممكن يساعدهم بشكل كبير جدا جايس و لوك و رينيرس يخرجوا من دراغونستون مع بعض كل واحد على تنين لوك من المفروض ان يذهب للبراثين عشان يقنعهم وشفنا كل اللي صار معاه وليؤدي لمقتله جايس من المفروض ان يوصل رسالتين رسالة لستارك ورسالة لأيرن يذهب لأولا لستارك وبعدها يتجه لمنطقة الفيل وعائلة ايرن ورينيرسو زي ما قلنا خرجت من دراغونستون لتأمين منطقة القالت بالتنين ميلس لكن على الرغم ان كل المناطق هذي اللي ذكرتها تم التفصيل في الحوار وتم التفصيل في اماكنها وهميتها لكن تم ذكر عدة اماكن بشكل سريع جدا لكنها ايضا استراتيجية ذكروا اسماء خمسة عوائل عشان تعرف اثر التحالف مع هذه العوائل خلينا نشوفها في الخريطة مع بعض عائلة كيلتيغار من كلو ايل عائلة ستونثن من رو كريست عائلة الماسي من ستون دانس عائلة البر ايمون من شاربوينت وعائلة داركلينز من دسكنديل هذه العوائل الخمسة موجودة في خمسة مدن بالقرب من كينغز لاندين وهذا التوضيح يبان معانا بشكل كبير جدا على الرغم ان الخبر على الرغم انه أليسنت وإيغل والبقية مسيطرين على مناطق وممالك جوهرية داخل وستروس لكن السود ورينيرا متحالفين مع أماكن استراتيجية داخل القارة والتنافس الآن بشكل كبير على المنتصف وعلى الشمال لو قدروا انهم يجيبوا أي منطقة من شرق كينغز لاندينج بهذا الطريقة كينغز لاندينج حتكون محاصرة من كل الأماكن وهذا الخطة اللي فكر فيها دايمن وحنجيها بعد شوية لكن بعيدا عن موازين القوة الخاصة بالعوائل الموجودة في وستروس خلينا نسوي زي ما عملنا مع الخبر وندخل الآن مع رينيرا ونشوف كل موازين القوة داخل دراغونستون أولا دايمن يوضح أنه ما زال عنده أتباع ما زال عنده أولياء موجودين في حراسة المدينة في كينغز لاندينج من الحلقة السابقة أوتوهاي تاور كان مستبق في هذه الخطوة وأمر بقتل أي أحد كان تحت إمرأ دايمن لما كان هو قائد الحرس في المدينة من ناحية ثانية هنشوف الآن أنه مع رينيرا في ثلاثة من الحرس الملكي حرس الملكي لهم أهميتهم حرس الملكي موجودين من فترة طويلة جدا ومعروفين عند الشعب أنهم رمز العدالة ورمز الحماية ما عندي تفاصيل الكامل للحرس الملكي كم عند أليسنت وكم موجود عند رينيرا بس على الأقل رينيرا الآن عندها ثلاثة الأول لورينف ماريراند الثاني ستيفن داركلين والجدي بالذكر أنه ستيفن هو حارس ضمن الحرس الملكي من أيام جهيرس كان موجود في الحرس الملكة أيام جهيرس مر على ذي سيرس والآن موجود مع رينيرا أكثر من 26 سنة اتشفناها أثناء الحلقة كان هو اللي بيدرب أولاد رينيرا زيما كريستون كول كان بيدرب أولاد أليسنت تشوف كمان في مشهد ولا أجمل أثناء الحلقة وصول إيريك أحد أعضاء الحرس الملكي الحارس الملكي الخاص لإيغون يسيبهم ويسيب كينجز لاندين وينوصل الآن لدراغنستون مشهد جميل يعطيها التاج الخاص بابوها تاج السلام ويؤدي قسم الحرس الملكي لرينيرا فإيريك الآن ووجوده رمزية جميلة جدا إنه إيريك الحارس الملكي الخاص لإيغون أيام ما كان أمير إنه يسيبه ويتوجه لرينيرا فكر فيها لو أي واحد عرف بهذا الشي حيتساءل ليش إنه إيغون إنسان سيء هو مختصب للنساء ومتاجر بالأطفال وغير الحارس الملكي دايمن بيشرح إنه القوة اللي موجودة الآن مع دراغنستون قوة ضعيفة جدا ثلاثين فارس فقط ومائة جندي بالأسهم ثمية جندي مسلح دايمن بيشرح وبيقول حاجة مهمة جدا إن دراغنستون من السهل جدا حمايتها يا منطقة صغيرة ومنطقة صخرية ويقدروا إنهم يحموها بهذا العدد اللي موجود لكن هذا العدد لا يسمح أفدا إنه رينيرا تقدر تدخل على وسترس وتغزيها فهذا يجيب النقطة مهمة جدا إيغون الغازي لما نوصل لوسترس أول مرة وكيف إنه قدر يحتل وسترس بالكامل ما كان البشر ما كان الرجال ما كان الجنود كانوا التنانين في الأساس وقالها دايمن أثناء الحلقة الأحلام لا تصنع الملوك التنانين هي من يصنع الملوك فلو جينا الآن لمراكز القوة من ناحية التنانين فرينيرا تتفوق وبشكل كبير جدا رينيرا عندها ساراكس دايمن عنده كراكسس رينيس عندها ميليس أولاد رينيرا الثلاثة كل واحد عنده تنين جيس عنده فيرماكس وسبقه شفناه لوك عنده أراكسس وشفناها هذه الحلقة وماد في هذه الحلقة جوفري عنده تاراكسس هو ما زال صغير بس عنده تنين وبينة دايمن عندها التنين اسمه موم دانسر دايمن يوضح كمان ويقول أنه غير كل هذه التنانين فيه ثلاثة ثنانين برية موجودة في منطقة دراغونستون بلا راكب وكان الرد من رينيرا أنه أغلب التنانين اللي تم ذكرهم غير التنانين الأولى الثلاثة للكبار أغلبهم ما شاركوا في حروب لا تنانين صغيرة هنا دايمن يزود غير العشرة اللي ذكرناهم في البداية ثلاثة ثنانين كبار سبقوا كان لهم راكبين وراكبين كبار نبدأ بالأصغر سيسموك واللي سبقوا شفناه مع لينور في الحرب مع التايراركي سيسموك الآن ما زال موجود في الدريفت مارك ما زال موجود عند الفلاريان التنين الثاني اسمه فيرماثور هذا التنين هو ثاني أكبر تنين في وسترس بعد فيغا هو تنين الملك جهيرس وهو نفس التنين اللي دايمن في نهاية الحلقة لما نراح لداخل هذا الجبل وقعد يغني إليه ما وصل لي دايمن كان بيغني بالفلاريان لأنه جهيرس كان دائما يغني للتنين زي ما شفنا في أحد الحلقات دايمن كان موجود في بنتوس وكان كل اللي بيسويه انه بيقرأ في تاريخ التنين ومحاربين التنين فمن الممكن انه عرف معلومة انه جهيرس كان يهدي دائما التنين الخاص فيه عن طريق الغناء فالآن دايمن كان بيهدي هذا التنين ومن الاحتمال بيسيطر عليه معني ما أظن كل شخص عنده تنين واحد أو بيهديه عشان بنته الثاني اللي ما عندها تنين تحصل على تنين التنين الثالث اللي ذكروا دايمن اسمه سيلفر وينج وهذا التنين الخاص بزوجة جهيرس الملكة أليساند فالآن جانب رينيرا هو الاقوى من ناحية التنين عندنا 13 تنين بين تنين محاربين ومخضرمين وتنين ما زالوا صغار لكن نتعلمنا درس مهم جدا نهاية الحلقة انه العبرة مو في العدد اشياء كثير تحكم في قوة التنين حجمها سرعتها ومهارة الراكب فخطة دايمن اللي رفضتها رينيرا انه الآن انهم محاصرين كينجز لاندينج من منطقة الشرق كانوا حابين انهم حاصروهم كمان من منطقة الغرب عن طريق انهم يوصلوا لمنطقة قلعة هارنهول وياخذوا من هذا المكان وهي اكبر قلعة موجودة في وستروس كمقر للتنين الجدير بتذكر انه هذه القلعة اللي انحرك فيها لاينل و هاروين سترونج وشفنا انه رينيرا كانت ضد الحرب بالتنانين بهذه القوة لانه ما تبغى تصير ملكة تحكم الرماد والعظام لكن مع نهاية الحلقة ومع خبر وفاة ولدها من الممكن كل القناعات تتغير هذه الان موازين القوة بين الخبر وبين السود كل الجهة عندهم موازين قوة مختلفة ما نقدر نحكم ابدا مين الاقوى زي ما دخلنا في تفاصيل الشخصيات الحلقة السابقة مع الخبر خلونا ندخل هذه المرة مع تفاصيل الشخصيات في جانب رينيرا الحلقة بالكامل كانت تتمحور حوالين قناعاتها اول جانب وهو جانب يمر عليه بسرعة في يوم من الايام ام رينيرا قالت لها ان الولادة بالنسبة للمرأة عبارة عن معركة ان النساء لازم يواجهوا هذه المعركة وراسهم مرفوعة الشاهد ان رينيرا للان مرت بالولادة ستة مرات وهذه المرة المرة السادسة بتدخل في مخاض الولادة مبكرة بسبب الاخبار الفضيعة اللي جاتها بحكم ان رينيرا مرت بعقدة كبيرة جدا من الولادة بسبب وفاة امها اثناء تعقيدات الولادة في هذه المرة بتتحدى الولادة وراسها مرفوعة لدرجة انها تولد نفسها والنتيجة طبعا زي ما شفنا انها تولد ولد لكنه ميت وهي اللي تدفن ولدها بنفسها وهي اللي تجهز الولد كمان للإحراق الرغم من وجود السايلن سيسترز موجودين وراها من ناحية ثانية نشوف الآن ان كل الاشياء اللي مرت فيها رينيرا من صغرها وصولا لهذه الحلقة بيفيدها بشكل كبير خصوصا انها كانت موجودة ضمن المجلس الحاكم ومن هي الصغيرة هذا الشي بيفيدها جدا سياسيا وبدأنا ننتبه لبعض التعليقات وبعض التوجيهات اللي تنم عن خبرة سياسية اولا زي ما شفنا دايمن بكل بساطة كان بيقول انه قائد عائلة التالي حيساعدهم او حيتحالف معاهم لانه قائد العائلة الاسمه جروفر كان صاحب في سيرس لكن لان رينيرا كانت موجودة في المجلس الحاكم لمدة طويلة عرف عنه شي دايمن ما يعرفه انه هو شخص سهل التحكم في مزاجه سهل التغير في قناعاته فهذا حيخليها حذرة ومتسلم ثقتها للتالي ولما الكورليس بلغ الجميع انه الان تم تأمين منطقة الستيب ستونز وحط جيش لتأمين المنطقة هذا نفس الاقتراح اللي قالته رينيرا في الحلقة السادسة لما كانت موجودة ضمن المجلس الحاكم فرينيرا واثناء الحلقة مرت بأحداث صعبة جدا جاه خبر وفاة أبوها واخوها اخذ العرش بدالها مخاض مبكر وفقدانها لجنينها وننهي الحلقة بخبر صادم ووفاة أحد أبنائها والحلقة بالكامل كانت بتركز بشكل كبير جدا على شخصية رينيرا كيف انها تبتكمل سلالة أبوها وتفكير أبوها في عدم الدخول في أي حرب وجميلة الرمزية هنا انه هي برضو مرتدية لنفس التاج اللي كان يرتدي أبوها ومن قبله جهيرس واللي عرفوا بالسلام فعرغم من غدرة أليسنت وانه أيقون الآن ملك وعرغم من فقدانها لجنينها بس ما زالت متمالكة لأعصابها ومن الجميل جدا انه ننهي على وفاة ولدها ننهي على إراقة الدماء ننهي على التصرف اللي عملوا أصلا الخضر وليس رينيرا لانه اللي قالته في الحلقة وهي بتتكلم مع كورلس انه هي ما حتخش في هذه الحرب أولا ما حتكون أول من يسفك الدماء الآن أتمنى بشكل شخصي انه قناعاتها تتغير وانه نبدأ نشوف بعض القسوة لانه عندها العذر ولدها مات تم إراقة الدماء وتم سفك الدماء من جانب الخضر وأول ضحية هو ولدها كورلس ورينيس نبدأ مع رينيس واللي دايمن بدأ هذه الحلقة بيسألها سؤال نيابة عننا كلنا ليش ما حركتي الخضر؟ ليه ما حركتي الهاي تاور كلهم وريحتينها؟ فحبيت الرد لأن الرد ما كان أنه هي أم أو هدول أقربائي أو أي شيء قالت ببساطة هذه الحرب مو أنا اللي أبدأها هذه الحرب مو حربي وما كنت مرة مقتنع بالإجابة عارفين متى اقتنعت؟ لما انجاه هذا الاسم وإيريك وعطاها التاج ولبست التاج وكل اللي كانوا موجودين تقريبا ركعوا ليها معادة مين؟ معادة رينيس رينيس وإلين هذه اللحظة لسه ما قابلت زوجها زوجها ما زال على قيد الحياة زوجها ما زال هو سيد عائلة البلاريس رينيس ما تقدر تطلع أي حكم أو تعمل أي قرار من غير الرجوع لزوجها وهذا اللي شفناه بعد ما تكلمت مع زوجها وأقنعته برينيرا بعدها بدنا نشوف إنه فيه استلطاف أكثر وإنها واقفة فعلا مع رينيرا فمجرد تخمين إنه لو الموقف حق رينيس مع التنين ومع وجود الخضر لو صار بعد إنه كورليس ما صار حليف لرينيرا كان ببساطة حرقتهم لكن في ذاك الوقت كانت فعلا الحرب مو حربها لكن بعيدا عن كل هذه التبريرات اللي أنا مني قادر ألاقي له أي مبرر هو سهولة اقتناع كورليس هو سهولة اقتناع رينيس برينيرا افتكر يا جماعة مع بعض رينيرا بالنسبة لهم هي اللي قتلت لينور والآن كورليس رجع ويعرف إنه دايمن هو اللي قتل فيمند أخوه أفتنهم لو سامحوها بعدين وتحالفوا معاها بعدين على الأقل خلونا نشوف شوية التحقيدات وهذا اللي بأقوله إنه شخصية رينيرا ما مرت بالمصاعب ما مرت بتعقيدات بقدر أو بحجم الأشياء اللي بتمر فيها أصلا فأنا شايف التعقيدات العاطفية التعقيدات العائلية التعقيدات السياسية في جانب رينيرا كم من الممكن تقديمه بشكل أفضل مثلا شخصية دايمن يا رباه يا أخي حابب قد إيش إنه هذه الشخصية من بداية الموسم إلى النهاية وإنت مستحيل تتنبأ بتصرفات الشخصية كسر كلام رينيرا طلبت من الكل والجميع ما يتحرك راح وتحرك ورسل رسائل في نفس الوقت أداها الولاء التام وركع ليها قدام الكل والجميع وأول ما نداها بسيدتي أو بسيدة الملكة غير المشهد الرائع اللي صرت خايف مني عارف إيش ممكن إنه يسوي لما جاء جيس وبيتكلم معاه وبيؤمروا أن يوقف أي تصرفات لأنه أمه قالت ما حد يتصرف عمل اللي يبغى كسر كلامها وقاله تعالي علمك إيش يعني الولاء طلعوا هدد إثنين من الحرس الملكي إنه حيحرقهم لو في يوم من الأيام نقضوا العهد وجوه ضد رينيرا هنا دايما بيقوم بدور الأب هنا دايما بيقوم بدور صعب رينيرا تقوم فيه ويوري جيس معنى القوة والأهم معنى قوة التنانين لكن الموقف الأجمل بالنسبة لي واللي أظن أي واحد فينا مر بالنهاية السيئة لجيموف ترونس حس كده شوية إنه شف غله لما رينيرا بدأت تتكلم وتقوله على أغنية الجليد والنار وقام وخنقها بس بكل الأحوال ما توقعت أبدا أني أشوف دايما يعنف رينيرا بهذه الطريقة خصوصا إنه خلال الحلقة بالكامل هو بيتصرف بكل ولاء وطاعة للملكة بس واضح إنه هو ضد تصرفات وضد قناعات أبوه واللي رينيرا الآن مستمرة بنفس التوقعات لكن أتمنى إنه مع نهاية الحلقة ومع وفاة ولدها تبدأ تتغير هذه القناعات وتتغير التصرفات ويبدأ ياخد دايما فرصة أكبر إنه يعطيها القوة اللازمة خلونا نتكلم الآن على بعض الأمور المتفرقة اللي صارت في الحلقة بعد كيف إنه نهاية الموسم بنعمل تناظر جميل جدا مع بداية الموسم كيف إنه رينيرا بتعمل نفس الدخل الآن بالتنين لكن مع فريق مختلف هي الآن في صف دايما ضد أوتو هايتاور لو لاحظنا فأثناء هذا الموقف كل اللي موجودين والجنود اللي موجودين مع أوتو هايتاور كلهم لبسين الدروع الخاصة بعائلة الهايتاور معادة شخصية أريك اللي هو أخو أريك التوأم رينيرا لما انشالت الشعار حق الهاندوف دا كينغ من أوتو هايتاور وعطاها الورقة هذه الورقة سبق وشفناها في الحلقة الأولى من الموسم هي صفحة الكتاب اللي شقتها رينيرا وعطتها لألسنت عشان تتذكر فإنه ألسنت محتفظة بهذه الورقة إلى الآن نوعا ما كأنها رسالة لرينيرا إنه خلينا نحتفظ بصداقتنا إنه ما زالت معزتك عندي كبيرة في الافتتاحية وأثناء مرور هذا الدم اللي بورينا نسبة تارغاريينز الآن وظهور كل الشخصيات وموت بعض الشخصيات الأخرى بنشوف من أبناء بسيرس بنشوف الولد اللي هو أيمند وكيف في منطقة الزرقاء كده بتشعر في هذه الحلقة بنشوف أنه أيمند مكان عينه موجود يا قوتة زرقاء واو على ضخامة فيغار يا أخي أفخم تنين في عالم Game of Thrones وفي عالم House of the Dragon إلى الآن رهيب طريقة التصوير ورّونا التصوير والضخامة وفرقة الضخامة بطريقة سهلة جدا وهو ماشي جاء من فوقه يا رجل كأنه طيارة جاء من فوقه لكن عرفنا كمان أنه كل التنين له مزايا قدما أنه الضخامة مهمة غير أن الصغر بيعطيه مجال أنه يتناور ويدخل بين الصخاء بين الصخور وبين الجبال ولولا العاصفة كان من المستحيل ممكن يلحقوا لأنه أتوقع كمان أنه أسرع حبيت كيف أنه محد فيهم كان يبغى يقتل أجتاني لا لوك كان يبغى يقتل أو أنه يهجم على أيمند ولا أيمند كمان كان يبغى يقتل لوك هو بساطة كان يبغى يمسك ويبغى يقتل عينه لكن عرفنا من أحد الحلقات السابقة قبل الحلقة الثالثة لو أنا فاكر أو الثانية كيف أنه لما جاء سهم على ديمند وبدأ يتعور أو يتألم شوفنا أنه التنين الخاص حقه كمان بدأ يصرخ هو كمان بيتألم اتكلمنا وقتها أنه في رابط عجيب دائما بين التنين واللي يركب التنين فالآن لوك كان بيشرط فأكيد كان حاسس بقلق وخوف فإذا الأحاسيس هذه تتشارك مع التنين فحتى التنين الآن وصلوا هذا الإحساس بالخوف والقلق هذا اللي خلى التنين الخاص بلوك هو أول من يبث النار هو أول من يهجم نفس الشي كمان ممكن يقوله على فيغار وإيماند إنه فيغار حاسس بكمية الحقد اللي موجودة عند إيماند لكن بعيدا عن الحقد هذا التنين برضو يحسه ممكن يتصرف من تلقاء نفسه فجالوا النار من هذا التنين الصغير فتصرف بكيفه وانقفوا عليه بطريقة ولا أرواح بالله جاوبوني في التعليقات أحد توقع هذا الإنقضاء؟ أحد توقع إنه ممكن تنين يأكل تنين آخر بهذه الطريقة؟ واو مشهد رائع لكن اللي حبيته أكثر هي ردة فعل إيماند ما كان حاسبين تصاروا ياه أنا قتلتوا بالعكس حاسب الخوف لأنه مو غبي مو متعجر في ألفاظي هو عارف قد إيش إنه هذا الشي حيسبب أزمة كبيرة جداً وحيدخل الفريقين الآن بالتأكيد الحرب هل حيعترف إنه هو اللي قتلوا؟ هل أصلاً هو اللي حيرجع ويقول أنا قتلت لوك؟ السؤال الأهم إحنا شفنا إنه رينيرا يجيها خبر وإنه يجي يكلمها دايماً وإنه تتغير وإنه تجي ملامحها وإنه فعلاً عصبت بس ما سمعنا كيف الخبر جاها؟ هل جاها خبر إنه تم قتل الولد عن طريق إيمون؟ إيش نوعية الخبر حيفرق بشكل كبير عن الحرب وبدايتها بينهم؟ الحلقة اللي أنقذها بشكل كبير جداً هو هذا المشهد هو مشهد النهاية صح قلناها كثير بس الآن فعلاً تم الإعلان عن الحرب رسمياً قييمي للحلقة العاشرة هو ثمانية ونص من عشرة ببساطة موسم رائع وأظن إنه هذا الموسم عمل معجزة وأنا هنا بأتكلم مو بلسان المشاهدين العاديين أنا بأتكلم بلسان الناس اللي كانت منغمسة بشكل كبير جداً في عالم Game of Thrones وعالم جورج RR Martin إنه المجانين اللي عاشوا في عالم جورج RR Martin واللي عاشوا مع Game of Thrones وخيبة الأمل نهاية الموسم الثامن كلنا دخلنا على هذا الموسم بحذر لسه أثر الطعنة والنهاية السيئة بنحس فيه لكنك تخلي جمهور فقد الثقة تماماً في العمل والقائمين على العمل إنهم يقلبوا بهذا الطريقة وإنهم يكونوا بيتحمسوا أسبوع بعد أسبوع والحماس بيتزايد والكلام رجع والنقاشات رجعت فهذه فعلة المعجزة وبرافو لـ HBO وبرافو لفريق العمل كله على الرغم إني خايف من الكلام اللي طلعت نهاية الحلقة السابقة وأتمنى إنهم يتداركوا الموقف لأن ردة فعل الجمهور على الكاتبة وكل شيء قالته واضح في انتظار المواسم القادمة ويريد تشاركوني في التعليقات تقييمكم الأخير للموسم كامل كان معاكم ماهر موصلش وإن شاء الله حالة الجاية ترجمة نانسي قنقر